باسمي وباسمي الجماهير الرمثة خاصة وجماهير الأردنية عامة بنعزي أهل الفقيد ومنقول إنا لله وإنا يراجعون والحمد لله على كل حال هذا عزانه جميعا والله يرحم كبيره ويجعل مفواك الجنة إن شاء الله حقيقة إحنا فجئنا مبارح بوفاة بن عمنا أشهر فطرات في الملعب وإحنا نعرف تاريخه في تشجيع نادي الرمثة وتشجيعه للرياضة بشكل عام وهو من المهتمين في هذا المجال حقيقة ولكن قدر الله وما شاء فعل كان نصيبه أن يتوفى في الملعب جماهير الأردنية عامة أخونا أشرف طرادات أبو يارا نقول له أضم الله أجركم يا أهل طرادات وإحنا من جماهير نادر حسين نعطي تعزينا لأهله لجماهير نادر رمثة وللجماهير الأردنية إن شاء الله ربنا يواجهني بإذن الله أشرف أبو يارا كان ظاهرة محبة وظاهرة ولاء وظاهرة وفاء لهذا الوطن كان يدعو دائما أن يجتمع الناس على المحبة وأن يجتمعوا بروح رياضية عالية التي نرجو من الله عز وجل أن يتمتع فيها جميع الأردنيين تكون هناك روح الخلاف والاختلاف على ما فيه مصلحة الوطن وعلى ما فيه رفعة هذا الوطن وأن نكون أسرة أردنية واحدة دائما في شتى المجالات إن شاء الله تعالى الرياضية والاجتماعية والسياسية وما شابه ذلك الله يرحمك يا أبو يارا وكل الشباب هنا ما قصروا جماهير الأردنية من كافة الأندي الروابط شفنا أعضاء دارات جمهور رمزة من مدينة الرمزة من إربد من الزرقة من جرش كلها تأيجت حضرت الله يرحمك يا أبو يارا ما فيه واحد عنده روح رياضية وحب لنادي ولا منتخبتنا زيه فأنا باسمي أثمان جارو وصديقي وأحد مشجعين نادي الوحدات باسم نادي الوحدات ندعي له الرحمة والمغفرة وأسأل الله أنه يكون أشرف أبو يارا في جنات الخلد ومندعي من جماهيننا أول شيء منقدم عزانة لأسرة الفقيد كونه الفقيد كان من جماعة اللي يدعو للرياضيين ويدعو للروح الرياضة بجميع المملكة كان يروح ويحضر مبريات وكان من الناس اللي عنده أخلاق للرياضة